بعث حضرت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة سامية صلوحي حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ليدي الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار بعث سمو أمير العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة سامية صلوحي حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا لفخامتها موفور الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة ترجمة نانسي قنقر